يشهد الحراك السياسي احتداماً متزايداً على جبهات متنوعة، ففي الوقت الذي بدأت فيه القوى المعارضة، العودة للشارع عبر المسيرات والتظاهرات، بدأت الأغلبية من جانبها الحضور القوي على صفحات الفضاء الافتراضي بشكل منظم، وعلى مستويات مختلفة، وقد حرك المنتدى مسيراته مبتدئاً بأطراف المقاطعات، فأطلق نشاطه الأول في عرفات، التي تعد أكثر مقاطعات العاصمة سكاناً وأتبعها بدار النعيم، ويتحدث عن نجاح وتجاوب واسع مع حراكه من قبل السكان، في لحظة يقول إنها تشهد ارتفاعاً متصاعداً للأسعار في ظل ثبات للرواتب وضعف في الخدمات من قبل القطاعات الإدارية والحكومية وفق المنتدى، وطرح المنتدى في خطابه بالمسيرتين مشكلات السكان فيما يتعلق بتهتدات أمنية، قال إن أحياء العاصمة تعانيها إضافة إلى ترد الأوضاع الصحية في البلاد وغياب الخدمات الضرورية التي تهم السكان، مذكراً بأن النظام فشل في الاستجابة للضرورات الاستعجالية التي تحتاجها البلاد في ظل سنة تهدد بجفاف خطير يهدد حياة الناس في الداخل على حد وصفه، وعلى الجانب الآخر انشغلت قوى الأغلبية أكثر بترتيب البيت الداخلي حيث أطلق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صفحة تفاعلية على موقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك، سجلت إقبالاً كبيراً فيما يخص النقاش الدائر حول مستقبل الحزب، وتدخل وزراء بالصوت والصورة والكتابة، مبرزين رأيهم محاثين المواطنين ومنتسبي الحزب على ولوج الصفحة والتعبير عن آرائهم من خلال تعبئة الاستمارات من أجل الوصول لبناء حزب قوي قادر على النهوض بالبلاد والحفاظ على المكتسبات الوطنية. ترجمة نانسي قنقر